انشقاقات واصطفافات جديدة تعيشها الأحزاب السياسية السنية منذ قرار المحكمة الاتحادية الخاص بمحمد الحلبوسي وطيرة سير المفاوضات والحراك السياسي وثقه لنا عمر القاسم في هذا التقرير لنتابعه لم تهدأ التحركات السياسية السنية منذ إعلان مغادرة الحلبوسي رئاسة البرلمان العراقية اجتماعات مكثفة جرت خلف الكواليس كانت إحدى نتائجها انشقاق خمسة قيادات من كتلتين سنيتين هما السيادة والعزمة هذا إعلان لكتلة سياسية نيابية مستقلة باسم الصدارة انشقاق ترتب عليه تشكيل تحالف الصدارة والذي يسعى بحسب بيان إعلان تشكيله لتحقيق مطالب المناطق المحررة الغاية من هذا التحالف أنه نحاول أن نقرب وجهات النظر بين الكتل السياسية السنية المختلفة على اعتبار وصلنا إلى طريق مسدود في هذه الكتل ونحاول قدر المستطاع أنه نوفق بين هذه الجهات مصادر سياسية كشفت عن اجتماع القيادات الخمسة مع الحلبوسي قبيل إعلان التحالف مرجحين انضمام شخصيات جديدة خلال الأيام القادمة في وقت اعتبر مراقبون هذه التحركات السياسية تخبطا يعيد القرار السني خطوات إلى الوراء ويعجل انهيار البيت السياسي للمكون بهذه الطريقة وهؤلاء الممثلين وبطريقتهم أو تعاملهم مع المكونات الأخرى سينهي المكون السني نهائيا يعني لن يبقى له وجود هو حاليا ديكور وهذا ديكور هم راح يهدموه نحتاج إلى وحدة البيت السني من أجل اختيار رئيس مجلس النواب لكن للأسف الشديد يوميا نسمع البيت السني في انهيار نحو الأسوأ وليس نحو الأحسن ويخضع توزيع المناصب في عموم مفاصل الدولة للعرف السياسي والذي يمنح سنة منصب رئاسة البرلمانة لذا وبعد إقالة الحلبوسي تسعى جميع الكتل السنية لبلوغ هذا المنصب من خلال عقد الشراكات أو الصفقات السياسية بحسب مراقبين وتتساءل أوساط سياسية عن إمكانية عودة نينوى إلى تصدر المشهد السياسي السنية ولسيما أن منصب رئاسة البرلمانة كان من حصتها قبل مغادرته إلى الأنبار من الموصل عمر القاسم الرابعة ترجمة نانسي قنقر